السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم طبعا رح نحكي بالحركة المفصلة عن اليوم السبت 29 نيسان إبريل طبعا القمر اليوم موجود في برج الأسد في ساعة مساء يوم السبت بده ينتقل لبرج العذراء القمر الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح اللي هو موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الجمعة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 24 دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر موجود بالأسد معناته برضو اليوم لغاية ساعة المساء بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة وبوسعنا أيضا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين المشتري وقلنا أنه هاي تأثيراتها رح تستمر لغاية يوم ثلاثة عشر ستة ذروتها يوم ثلاثة وعشرين خمسة الساعة خمسة واثنعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا هاي الزاوية مدتها طويلة وهاي مدعم لزاوية أخرى زي ما ذكرنا في حلقة الأمس طبعا بتكون تنتبهوا أنه بالفترة القادمة ما تأمنوا لحد على إسراركم أو على أعمالكم لأنه ممكن أي شخص يحقق نجاحه أو تقدمه على حسابك أنت فبدك تكون حذر من هاي النقطة برضو هاي بتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة ميزانية أكبر لشؤون العسكرية وهاي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا بتتعرض لعرقيل أو بتم التوصل لا اتفاق فيها ما بتم اتفاق أو عفوا ما بتم توصل لا اتفاق فيها وهاي الفترة بيعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين وبيلقى تأييد وشعبية كبيرة طبعا وبكون هو مخادع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتون وهاي تاثراتها مستمرة لغاية يوم 11-5 طبعا ذروتها يوم 4-5 هاي الزاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا دائما الزاوية الخطيرة ما بين الزهرة وما بين نبتون عادة بصير فيها زيادة في التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال بتسببنا هاي الزاوية نوع من أنواع الارتباك وخيبات الأمل وخصوصا في الناحية أو في الحياة العاطفية بتشجعنا على استهلاك المفرط للكحول والمقدرات والمهدئات والمنشطات أيضا بتدل على تراجع مداخل الأسطول البحري والصيد البحري والصناعات الصيدلية أيضا أو نظام الصيدلية أو الأدوية وكذلك صناعة النسيج والتجميل بسبب تخاذل وتكاسل العاملين بهذا القطاع الأعمال الفنية اللي تطرح في الأسواق في هاي الفترة ما بتلاقي النجاح المطلوب ممكن تيجي بنتائج عكسية عكس ما كان الشخص بيتوقع بسبب غياب الحس الفني أو الابتذال أو الأمور هاي وبلاقي بعض الفنانين خيبة أمل كبيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين الزهرة وبين المشتري وهي مستمرة تأثرتها لغاية يوم 12-5 طبعا ذروتها يوم 4-5 في ساعات الصباح هاي الزاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بيسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كما أنه بيسهل إقناعهم أو بيكونوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كذلك بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك بهاي القدرات اللي الفن والديكور والتجميل بتمنحنا الرغبة في الرفاهية وتجلبنا البهجة من حقق نجاح شخصي وبرضو هذا وقت مناسب للارتباطات العاطفية ولكن بتكونوا تحذروا من العصبية بسبب تراجع الطارد طبعاً بتدل على أرباح وموارد مالية مهمة بتحققها المؤسسات المالية والبنوك في البلاد في نوع من أنواع الاستثمارات للأموال غالباً بتكون في مشاريع إلها علاقة بالترفيه والسياحة بتكون ناجحة وهي فترة مناسب العقد معهدات إلها علاقة بالسلام أو توقيع الاتفاقات التجارية خصوصاً مع الدول الأجنبية وبالدل كذلك على حسن أوضاع القضاء ورجال الدين والمشتغلين بالسلطات التشريعية والقضائية والميدان الفني وبرضو على الساحة الفنية هاي فترة مناسبة لطرح الانتاجات الجديدة للأسواق وغالباً بتكون انتاجات ذات ذوق ومستوى رفيع وبتلقى استحسان عند الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي تاثراتها مستمرة لغاية يوم ثلاثة خمسة وطبعاً ذروتها كانت يوم خمسة وعشرين أربعة بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية وبتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحس بالواجب وهذا الشيء بيساعدنا على النجاح برضو بتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية اللي منحقق من خلالها النجاح في العمل والعلاقات الجيدة مع الآباء بتدل على اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وكذلك الصناعات الثقيلة والقطاع الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم واستقرار في أمور البورصة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهي مستمرة تأثيراتها لغاية يوم سبعة خمسة طبعا ذروتها كانت يوم تسعة وعشرين خمسة بنكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا وبرضو بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازف والسرعة وبتدل على النشاط أكبر في الرحلات الجوية وازدياد مدخيل الخطوط الجوية الوطنية واهتمام الدولة بتطوير الأسطول الجوي العسكري ومحاولة تطوير قطاع الصناعة وتطويره بإدخال التقنيات الجديدة أو الماكينات الصناعية الحديثة وبتتمتع الناس بحرية أكبر في التعبير وبيحقق ذوي القطاع الخاص أرباح مهمة بفضل مجهودهم ومثابرتهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الخطيرة زي ما حكينا من يوم اثنين وعشرين أربعة وإحنا منذكرها ورح نظل نذكرها لغاية يوم اثنين وعشرين ستة لأنه هاي المدة الطويلة لإلها ذروتها طبعا يوم ثمانتاش خمسة زاوية التربيع السلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي زاوية دام عادة بالدل على خسارة مالية أو ظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي وعلينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأنه وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير بالدل هاي الزاوية على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضر بخزينة البلاد وبرضو ممكن يقع اضطراب في القطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وبتتراجع مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه لابد من وقوع أزمة على المستوى العقائدي بالخصوص أو ممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية أو ممكن تقع تفجيرات أو حرائق من طرف أيدي خفية تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد أو بيتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة هناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات أو الزلازل وخصوصا في الدول التي تقع على خط الزلازل أو تجدد نشاط بعض البركين أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تكون تأثيراتها قوية مع القمر أول زاوية ذكرناها طبعا من يوم الأمس أو من يوم الخميس هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين أورانوس اللي طبعا هي ذروتها ساعة سبعة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا ولكن تبدأ تأثيراتها من منتصف ليل الخميس على الجمعة وبتستمر حتى ظهر يوم السبت هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعنيدين غريبين الأطوار متعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة وممكن تعرضنا للفراق بتدل على استياف الرأي العام من تضييق الحريات خصوصا حرية المرأة وبرضو بتدل على وقوح حوادث مفاجئة داخل الجماهير والتجمعات والتكتلات البشرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي ذروتها الساعة 11.41 دقيقة مساء من مساء اليوم ولكن تستمر تأثيرتها زي ما حكينا اللي هو مساء يوم الجمعة ولكن بتستمر تأثيرتها لغاية ساعات قبل الظهر اللي هو يعني لغاية ظهر يوم السبت هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا وبتدل على ميل الرأي العام للمواضيع الفنية والترفيهية والتسلية وبتنعم النساء باستقرار وتوازن نفسي كما أنها بتشهد هاي الفترة بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمؤسسات المالية وقطاعات النسيج والتجميل رواج أكبر ومداخيل أكثر خلال هذه الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية وهي راح تكون ما بين القمر وما بين المشتري وهي راح تكون ذروتها الساعة 10 و 52 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم السبت بتوقيت جرينيج ولكن بتبدأ تأثيراتها من ساعات مغرب يوم الجمعة وبتستمر حتى مساء يوم السبت منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومن حاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة ومنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسائنا وبتدل على حالة من الاستقرار والأمن والتفاول في الرأي العام للمجتمع وزيادة في مدخيل المؤسسات المالية والبنكية وبتعمل نجاح في العلاقات التجارية والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة 10 و 52 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام ساعة 6 و 58 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر في ساعات المساء ويستقر في برج العذراء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 6 و 58 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بيكون انتقل واستقر في برج العذراء عشان هيك من ساعة المساء منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك وردة أو شاردة دون تفحصها منجد أن نعنصر التنظيم في عملنا بلعب دورهام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسع نقتناء حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا في زاوية رح تتشكل في فترة اللي هي ما بعد الانتقال ذروتها رح تكون اللي هي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين المريخ وبين أورانوس اللي من يوم 23-24 وإحنا منذكرها ورح نظل نذكرها لغاية يوم 7-5 لأنها هاي مدة تأثيراتها طبعا اليوم ذروتها الساعة 8 وأربع دقائق مساء بتوقيت جرينج بسبب هاي الزاوية منكتسب الشجاع على اتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة وبتدل على نشاط أكبر في الرحلات الجوية وازدياد مدخيل الخطوط الجوية الوطنية واهتمام الدولة بتطوير الأسطول الجوي والعسكري ومحاولة عصر نت أو تطوير هذا القطاع وتطويره بإدخال تقنيات جديدة وماكينات صناعية وبيتمتع الناس بحرية أكبر في التعبير وبيحققوا ذوي القطاع الخاص أرباح مهمة بفضل مجهودهم ومثابرتهم بالنسبة للزاوية اللي طبعا تشكلها رح يكون في يوم الغد اللي هو يوم الأحد ولكن تأثيراتها بتبدأ ابتداء من اليوم عندنا زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين زحل وهاي طبعا هي ذروتها الساعة خمسة وواحد واربعين دقيقة صباحا من صباح يوم الأحد ولكن بتبدأ تأثيراتها من ظهر اليوم السبت وبتستمر حتى مساء يوم الأحد من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة وبنكون متقلبين وغير راضيين وكثرين النقد والعناد ومن ميل للكآبة برضو بتدل على استياء الرأي العام من وضعية الشيوخ والمتقاعدين والمرأة خصوصا في العالم القروي أو من تعسفات رجال الأمن والسلطات الأمنية وتراجع مردودية مؤسسات الدولة والصناعة الثقيلة والطراب في البورصة وبرضو في تقلبات على المستوى المالي أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي برضو اليوم بتبدأ تأثيراتها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس زاوية إيجابية طبعاً هاي ذروتها ساعة 2.58 دقيقة من عصر يوم الأحد ولكن بتبدأ تأثيراتها من ظهر اليوم السبت وبتستمر حتى مساء يوم الأثنين منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا في التوازن وثقة بالنفس وبتجعل العلاقات العاطفية أقوى فأقوى بتدل على حسن حال الشعوب والرأي العام في حكومي ما أو الملك أو الرئيس وبتوفر جو من السلام والاستقرار في البلاد وازدياد منتوج بعض الصناعات خصوصا الغذائية منها والاهتمام بشؤون المرأة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية مساء اليوم عنا القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم عدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما من ساعات المساء والأيام القادمة رح يكون عنا البنكرياس العمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس والعيون والأذنين هذول اللي بصيروا أكثر حساسية طبعا بدنا نهتم بهم صحيا واللي بشعر بأي أعراض غير اعتيادية بدو يراجع الطبيب بالنسبة لهذا اليوم بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن الأعضاء اللي ذكرناها يعني إذا كان في مجال تأجيلها وخصوصا العمليات الكبرى تؤجل ولكن العمليات الصغرى ما في أي مشاكل وأخذ العلاجات برضو ما في أي مشاكل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل ولكن زي ما حكينا والعمليات التجميل اللي إلها علاقة بالبشرة أو بأي أمور خفيفة ما إلها أعراض جانبية لو صار فيها أي أخطاء تكون مرعبة يعني الجراحة ما بنصح فيها الجراحة التجميلية وهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العذراء في ساعة المسافة خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين واحد خمسة بيبدأ في تمام ساعة دعش واثنين وخمسين دقيقة قبل منتصف الليل وبيستمر حتى صباح اليوم التالي أي صباح يوم الثلاثة في تمام ساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعدين القمر بنتقل للميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره تسع أيام في تمام ساعة عشر وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بيصير عمره عشر أيام نسبة الإضاءة في ساعات مساء يوم السبت توصل لتسع وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الأسد وبدو ينتقل للعذراء ورح يظل في العذراء لغاية يوم اثنين خمسة سعيد الآن بنسبة عشر في المية في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في الثورة بيتراجع حتى يوم خمستاش خمسة منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية المريخ في السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمسة منتحس بنسبة خمسة في المية المشتر في الحمل حتى يوم ستاش خمسة سعيد بنسبة خمستاش في المية وزحل في الحوت حتى يوم سبعتاش ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو اللي بيجهز حاله لبداية عملية التراجع طبعا يوم 34 عملية التراجع هو الآن سعيد بنسبة 15% طبعا هيك منكون خلصنا من الحركة التفصيلية للتوقعات اللي حابب يحط لايك ديس لايك كومنت تعليق سؤال أي إشي حطوا لي أبت تعليقات أنا بطل على كل التعليقات ولكن لضيق الوقت والوضع الصحي ما بتمكن بالرد على كافة الأسئلة كتابيا ولكن ممكن من خلال الحلقات إذا كان الموضوع مهم نرد عليه فياريت المهتم أو عنده أي سؤال أو استفسار يكتبنا إياه طبعا لا تنسوا أنه في حلقة رح تنزل اليوم ساعة تقريبا مهول ما بين الثمانية والعشرة من مساء اليوم السبت اللي هي أول بداية لسلسلتنا التعليمية إن شاء الله تعالى هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر